لا تحلموا لعالم سعيد خلف كل قيصر يموت قيصر جديد هكذا تكلم الشاعر أمل دنقل متقمصا دور الثائر في مرحلة اليأس بعد انكسار الحراك الثوري وهكذا يمكن للمثقف أن يلعب دورا بالغ السلبية في إثناء الناس عن مجرد الحلم بالتغيير في مجتمعاتهم مع الحراك الثوري الذي شهدته بعض العواصم العربية قبل عدة سنين وبعدما آلت إليه الأمور من فوضى عارمة باتت تضرب أركان البيت العربي إثر انحسار موجات الربيع العربي وتمكن الثورات المضادة من الإمساك مجددا بمقاليد الأمور بات السؤال الأكثر إلحاحا في الأروقة الفكرية يتعلق بالمثقفين العرب أو من اصطلح على تسميتهم بالنخبة إذ كشف الثورات الربيع العربي تصدعا في العلاقة بين المثقف العربي ومجتمعه فأكثر المثقفين العرب بدوا منفصلين عما جرى في المجتمعات العربية من حراك ثوري تجاوز كثيرا حدود طموحهم النظري الذي ألجأهم في كثير من الأحيان إلى التعايش مع السلطة بل وربما التحالف معها ليسقط بعض المثقفين العرب في فخ العداء للثورة ومساندة الثورات المضادة تحت شعارات مموهة تتحدث عن وجود مؤامرات خارجية تهدد استقرار المنطقة عبر إثارة الشعوب ضد حكوماتها وبحسب متخصصين فإن المثقف شخص لا يختلف كثيرا عن غيره من أفراد مجتمعه سوى أنه يحمي قيم الخير والعدل والحرية ويدافع عن المظلومين وحقوقهم بحياة حرة كريمة من هنا فليس مفهوما ولا متقبلا بالمرة أن ينتهي الأمر بالمثقف مدافعا عن سلطة يفترض به نقدها ومهاجما لكل محاولة شعبية مطالبة بتحقيق القيمة الإنسانية النبيلة التي يدعي ذلك المثقف حمايتها هنا تبدو الهوة أعمق بين المثقف والمجتمع فيغيب عن أداء الدور المنوط به في توعية المجتمع بل ويسقط في أول اختبار حقيقي لما يحمل من قيم فيسهم في وأد التجارب المجتمعية الوليدة لنيل الحرية الأمر الذي يطرح كثيرا من التساؤلات عن ما هي المثقف الحقيقي وكذلك عن مشروعية العلاقة بين المثقف والسلطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر